اشتركوا في القناة الثاني من ديستمبر يوم الثلثاء هو طبعاً يوافق اليوم الوطني للدورة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة طبعاً هناك الأديد من الاحتفالات في هذه المناسبة تنوع بالاحتفالات تنوع بالفعاليات أيضاً متعلقة بهذه المناسبة نهضة طبعاً والتقدم والزهار شملت كافة مجالات الحياة ومشاهديننا وكان للحضور الإماراتي حضور قوي طبعاً على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي قائم بقوة منذ الأحظة الأولى للقيام الاتحاد فكانت دولة الإمارات مشاهدين حاضرة بفعالية في تأسيس مجلس التعاون الخليجي وكانت أيضاً صاحبت الموقف المتميز في حرب وتشيرين ومازال الإماراتيون والعرب أيضاً جميعاً وقولت الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله مؤسس وبالي نهاضة دولة الإمارات العربية المتحدة النقط العربي ليس أغلى من الدم العربي مشاهدين الكرام طبعاً رحمة نتحدث عن هذا اليوم والاحتفالات الموجودة معنا عبر الهاتف الدكتور علي النعيم وهو مدير جامعة الممارات العربية المتحدة هل سهل فيك دكتور علي حياة الله أكيد بداية نهن بداية نهن الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بهذا اليوم الغالي عليكم وعلينا أيضاً حدثنا عن الاحتفالات المقامة لديكم في دولة الإمارات أولاً الحقيقة أنا السائد جداً باتفصالكم والسائد وشاركة الحقيقة وكل الشكر والتقدير من الشقة وكل حرمين على تبع علم الحقيقة وشاركت معنا بهذا اليوم الوضع اللي يتولد الإمارات العربية من جداً الحقيقة أن الإمارات عندنا نعيش نعيش مع هذا كحاجة بالنسبة لنا يمثل تكرار لإنجازات نعيش في دولاتنا ومع أعرافاتنا ومع أعرافاتنا ومع أعرافاتنا وتقالبنا ومع أعرافاتنا صدح أن يقتل لن أن مظل التساق الموا ويمثل على مستوى العالم الحقيقة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من صغري نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر